بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلبة التوجه الرائعين جيل 2007 ربي يرضى عنكم ويبارك فيكم ويفتح عليكم يرزقكم التفوق والنجاح والتميز والإبداع والتألق دائما وآبدا في دنيا وفي الآخرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين وأن يمهد لكم دروب السالكين وأن يجعلكم يوم النتائج من الطلبة المتفوقين المتميزين الفرحين بإذن الله رب العالمين اليوم هذا مقطع بسيط كجدول مقترح مني لكم بالفترة الحالية كونكم أنتوا لسه مش مدومين في المدارس ويمكن لسه ما بلش في الدوام ولسه معنا وقت إيش نعمل يا أستاذ إحنا عم ندرس هنا على البطاقات والدوسيات وأوائل أخي ندرس بس حاسين حالنا معجوقين كثير طول الله ببعثولي أستاذ أعطيني بس جدول اقترح علي ساعدني أنا هساعدك في تقسيمة الوقت أنت حتساعد حالك وأنت أدرى بنفسك في اختيار المواد جيد؟ تمام؟ طيب الجدول هذا عبارة عن جدول بسيط حيبدأ من الساعة الثامنة صباحا يعني مش معقول أنك أنت طالب توجيهي تصحى للظهريات بصراح هنزعل من بعض هسا طالب توجيهي قاعد بسحال الساعة وحد الظهر يازم شمالك شمالك ايك تصبطش لازم تصحى بدري بديش أقول لك سالس ست الصبح ولا بدي أقول لك خمس الصبح ولا أقول لك إصحى صلي الفجر وظلك صاحي مع أنه هذا الأسلم والأجمل والأفضل والأحلى والأعلى والأكمل إلى آخرين لكن أنا بدي أحكي لك أنه إصحى الساعة الثمانية يعني أنت صلي الفجر ارجع نام بتنام لك أبو تقريبا ثلاث ساعات حلوين تصحى الساعة الثمانية لوز حلوات بينتهي جدولك الساعة الثمانية المساة مع البركات ومع كل شي يعني أنت 12 ساعة تقريبا تقريبا من الثمانية الصبح للثمانية المساة تقريبا أنت قاعد بتحكي هذولا مش دراسة هذولا جزء منهم دراسة وجزء كبير منهم برضو إيش راحة يعني خلينا نحكي ثلثين هم دراسة وثلثهم راحة وبركات ونوم جيد تمام ما نزعلش كويس أولا أستاذي ابتسحى الساعة الثمانية الصبح من الساعة الثمانية للساعة عشرة ساعتين بدي منك هذول دراسة هسا شو تدرس فيهم طول بالك هسا بشو بدك تدرس فيهم طول لبالك هسا بقترح عليك بس خلينا نحكي ونتفق على تقسيمة الوجه من الثمانية الصبح للعشرة الصبح ادراسة ابدا ادرس وقول يا رب ابتسحى تدرس من الثمانية للعشرة هاي ساعتين ادراسة حلوات بعدها من العشر إلى 11 ساعة كاملة بتعمل بريك حلو بتفطر تقعد مع العيلة بتفطر مع بعض إلى آخره اعمل اللي بدك يا به هاي الساعة من العشر إلى 11 إلى من 11 للوحدة الظهر إدراسة 11 للوحدة إدراسة هاي كمان ساعتين هاي صاروا أربع ساعات إدراسة إذن من 11 للوحدة إدراسة هاي معاي كمان ساعتين بدرس فيهم ساعتين حلوات مرتبات متكتكات لا من الوحدة للثلاثة عندك ساعتين هذولة بتعمل فيهم نوم قيلوا لي معلم بتنام فيهم شو بدك أحلى من هيك ساعتين حلوات بتنام فيهم يعني بريك مع ساعة مع نوم بتعمل فيها بريك ونوم بنفس الوقت تمام يعني بجزء أرتاح وأنامسك التليفون وأشيك على التليفون ساعة والساعة الثانية أنام فيها وصلت فإنت هون بتعمل ايش نوم من الوحدة للثلاثة تنساش صلاة الظهر آه هذا مش يعني الجدول مش في صلوات الله يرضى ليك تنساش صلاة الظهر بتع الوحدة بدك تطلع المزيد بتصلي الظهر بترجع بتكمل نومتك بتكمل بريك تبعك إلى آخرين تصحى من الثلاثة للخمسة دراسة من الساعة ثلاثة للساعة خمسة دراسة وتنشاء صلاة العصر من الثلاثة للخمسة دراسة هي كمان ساعتين هيصاروا ست ساعات دراسة للساعة خمسة من الخمسة للستة بتعمل بريك ومن الستة للثمانية لمسا دراسة هي ثمان ساعات ثمان ساعات هذولة إذا درسهم بتركيز بكف وزياده عسف في طالب يقول له أستاذ يعني أنا لازم مش لازم يا أستاذ مش لازم بجزء طالب يحط هنا المادة تبعته ما تخذش معه ساعة خلص بيوقف أو بيسحب من هاي المادة لهون يعني بصير يسحب تخلص بدري يعني أنا هون حاط لك ثمان ساعات دراسة أتوقع الطالب المتوسط الذي يميل إلى الضعف إلى الضعف من المتوسط الذي يميل إلى الضعف يحتاج إلى ثمان ساعات تمام؟ الطالب المتوسط الذي يميل للضعف آه والله يحتاج إلى ثمان ساعات أما الطالب متوسط وجيد بجزء يحتاج ست ساعات منهم بس الطالب البيرفيكت جدا 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 والله هذا بجزء يحتاج خمس ساعات أو أربع ساعات تمام؟ الطالب النيرت بجزء ثلاث ساعات مثلا هو أنت حر أنت أنت أدرا بنفسك القضية قضية إنجاز وليست قضية ساعات لكن أنا بحاول أقسم وقتك بشكل منتظم حتى ما تحس أنه أنت عليك لود عالي عليك لود إيش؟ عالي بس هي هاي فكرة الجدول فإنا أنا بقسم لك يومك على ساعتين لدراسة فلحظوا للساعتين من الثماني للعشرة أنت بش من الثماني للعشرة رأسك في الكتاب أنت بالثمانية مثلا للساعة مثلا تسعة لعشرة تسعة لخمسة والله دراسة وتركيز وكذا بعدين مديت حالك والله صف أنت بس سقف وفكرت في يوم النتائج يوم الحفلة اللي حتعملها والشباب اللي معك وتحاول تحسب النقوط اللي حيجيك مش مشكلة ما عندي مشكلة تمام؟ بس ما تفكرش كثير يعني ما تتعمقش بالتفكير والله الساعة صار عشرة لا خمس دقائق عشر دقائق ما شيء أوكي الصراح فكر وبعدين ارجع كمل واجتهد تمام؟ بتركيز فهونا أنت أدرة بنفسك ركز على إنجاز تركيش على عدد الساعات هاي نقطة حصل النقطة الثانية أنا بإيش أبلش؟ أستاذ في حركة لازم تعملها أنت الأصل الأصل أنك لازم عملتها من أول أسبوع بلشت في دراسة مادة توجيه حقيقة يعني صرت أنت خبرة في المواد إلى حد ما خبرة في المواد يعني صرت أنت عارف مين المادة اللي بتغلبك والمادة اللي إيش؟ أمورك طيبة فيها مين المادة اللي بدها منك وقت طويل ومين المادة اللي أمورك فيها سلسة وسهلة ووقتها قصير وقليل تمام؟ فإنت صار عندك خبرة في هذا الموضوع لأن هاي خبرة أنت بدك تترجمها كويس على أرض الواقع كيف؟ دائما لما تبدأ في دراستك أنت عم تبدأ في دراستك بعد وقت من الراحة هذا بالوضع الطبيعي يعني حتى لما بكرة تروح من المدرسة إن شاء الله لما تبلش دوام مدرسة حيكون فيه جدول مختلف لأن المدرسة حتوكل من وقتك حتوكل من وقتك طبعا الصبحيات كل هاي الفترة فأنا كيف دروح على البيت أراجع ومتى أدرس حنعمل جدول إن شاء الله تعالى لما تبلش دوامك المدرسة لكن اللي أنا بدي أحكي لك إياه الآن أنه الفكرة وين أنه أنت كطالب الأصل إنك جلست مع نفسك وفكرت والله آه والله مين المادي بتأخذ مني وقت ومين المادي بتأخذش مني وقت الآن بالوضع الطبيعي بالوضع الطبيعي دائما لدراسة بتيجي عندك بداية الدراسة عندك بعد دراحة يعني حتى لما تروح من المدرسة إلى قدام إن شاء الله تعالى بس تداوم في المدرسة وتروح من المدرسة إلى قدام أنت أصلا أصلا بتروح من المدرسة بترتاح بعد ما ترتاح بتبلش دراسة فإنت بتبلش دراسة بنشاط بعد دراحة هذا بالوضع الطبيعي هون أنت ببلش دراسك الساعة الثمانية يعني أنت أوردي نايم وصحيت الساعة الثمانية فالأصل إنك أنت صاحي بهم ونشاط طب أنا بإيش أبدأ هون بهاي اللحظة يا أستاذ دائما وأبدا في بداية دراسة يخذها قاعدة يخذها قاعدة سواء طالب عندي ولا مش عندي لما تبدأ دراستك أول ما تبدأ دراستك دائما وأبدا يا أستاذ العزيز ابدأ ها سمعني ابدأ في المادة التي تحتاج منك وقت طويل المادة الصعبة المادة اللي أنت شايفها بتغلبك ابدأ فيها وأعطيها وقتها تمام فعشانك كتب لك ترتيب دراسة المواد المادة التي تحتاج جهد لا المادة الأقل جهد يعني أنا ببدأ من هون في المادة التي تحتاج جهد وبرتبهم للماد الأقل جهد فأنا والله مثلا الرياضيات بأخذ مني وقت طويل يا أستاذ بده جهده وتركيزه وكتاب التمارين تبعه مش طبيعي فببدا من الثماني لعشر رياضيات طبيعي تمام ببدا رياضيات ثمانية عشرة بخلص رياضيات باجي هون والله شو المادة اللي بعد الرياضيات عندي بده شوية وقت مني جوز فيزيا مثلا بعطي الفيزيا ساعة من ال 11 لل 12 ساعة هاي فيزيا ومن ال 12 للوحدي بعطي المادة اللي بعدها تمام قسم موادك على ساعات تمام هاي الفكرة فانت ابدا في المادة الاعلى جهود للمادة الاقل جهود هس انا ما بقدر احكي لك شو الترتيب المقتر هذا انت ادرا فيه في طلاب بالنسبة له رياضيات كينج لكن تعال جيب له سورة العربي بخشه بسبع حطان جوز يبده في العربي وخلي رياضيات اخر واحدة مش شغلي انت كطالب اجلس مع نفسك قبل ما ترتب امور جدولك ايش اكتر مادة انا بتغلب فيها والله بتغلب في رياضيات شو اللي بعدها شو اللي بعدها شو اللي بعدها بالتدريج لحد ما اوصل للمادة الاسهل والالطف بالنسبة الي والمادة الممتعة بحطها اخر اشي طب ليش بحطها اخر اشي يا أستاذ عشان في حال صار معك ظ معين مليت اتعبت امرضت اعرضت بديش ادرس اخر ساعتين يا أستاذ هون من الستة للثمانية والله العظيم ما صارت ساعة ستة في هذاك اليوم نفسيتي هيك يا اخي مش مليش نفس ادرس فلما توقفت رأسي بتحمل ما بتحكي الهم انه هاي المادة اللي راحت علي هي مادة بدها اذا راحت علي حصة معنات وانا راح تتراكم علي وراح اخش بسبع حطان وصلت مادة سهلة يمكن انك تداركها هذا اللي انا بديها الان هذا نموذج مقترح لوضعك الحال كونك لسه مش مداوم في المدرسة لان لما تداوم في المدرسة ان شاء الله على خير باذن الله حيكون في جدول مختلف جدول جديد متعلق في دوامك المدرسة اهم نقطتين بدي اياهم منك الجمعة والسبت الجمعة والسبت سواء الان او لما تداوم في المدرسة ايام الجمعة والسبت استاذ هي ايامك انت كطالب توجيهي راس مال طالب التوجيه الجمعة والسبت هذولا اليومين لازم تستغلهم كويس في مراجعة الاشياء اللي درستها خلال الاسبوع كامل حتى تثبت حتى شو حتى تثبت الله يرضى عليك فالجمعة والسبت مهمات حتى من الآن انت معطل استغل او عود نفسك على انه الجمعة والسبت هي عبارة عن مراجعة للمواد اللي اخذتها خلال الاسبوع وقسمهم انت عندك ثمن مواد اربع يوم الجمعة واربع يوم السبت وقسم انه مادتين صعب مادتين بدهم شغل يوم الجمعة يعني انت قسم مادتين علميات يوم الجمعة مع مادتين نظريات والسبت مادتين علميات بمادتين نظريات يعني ممكن يوم الجمعة تاخذ الرياضيات وأحياء مثلا مع عربي وتاريخ أردن يوم السبت ممكن تأخذ فيزيا وكيميا مع اللي هي التربية الإسلامية وعربي مثلا أو إنجليزي آسف تمام مثلا وصلت فإنت رتب على هذا الأساس وراجع اللي أخذته خلال الأسبوع كامل لأنه كثير 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 مهم أنك أنت ترتب أمورك بناء على هذا الأساس فهم الله يرضى عليكم الآن الجدول هذا جدول مقترح ما في إنسان ممكن يعمل جدول تفصيلي عميق تمام ويكون يناسب الكل يعني أنا ممكن أستعملك جدول تفصيلي أقول لك من هون إلى هون أدرس المادة كذا ومن هون إلى هون أدرس المادة كذا ومن هون إلى هون أدرس المادة كذا لكن مش هيناسبك لكن بناسب غيرك طيب ليش أنا بعطيك نقاط حروف بعطيك خلينا نحكي أساسيات قواعد تبني عليها جدولك أنت فإن تختار المواد أنت ترتب أمورك بناء على هذا الأساس تمام يا جماعة الخير هذا بس مقطع بسيط لخطة بسيطة لطيفة حتى انت يعني تنظم وقتك وتحاول تنجز اكبر قدر ممكن ان شاء الله تعالى من موادك خلال يومك كل التوفيق لكم ان شاء الله تعالى واللي لسه ما اشتراش البطاقة يشتريها ويوصيها من المندوب رقم المندوب 0782531236 على الواتساب تواصلوا معي يا جماعة الخير حتى تطلبوا البطاقة بإذن الله تعالى احنا سرنا سحبين في المادة تقريبا او شكنا على نهاية الدرس الاول فضروري ايش تيجوا معنا او تلتحقوا فينا قريبا حتى تستفيدوا ورح تستمتعوا وغير هيك حتدخل معنا السحب على 16 جائزة للسماء علننا عنهم رح نعلن عنهم قريبا بإذن المولى عز وجل وإشي يسر خاطرك بإذن الله تعالى إشي مرتب وإشي فخم أي طالب معه بطاقتي هيدخل السحب على 16 جائزة فخمة 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 يعني أقل جائزة جوز تعادل سعر البطاقة بجوز تقريبا بأربع خمس مرات هاي أقل واحدة تمام فديروا بالكم بصوا البطاقة وقولوا يا رب وربنا يسر أموركم كل التوفيق سلام عليكم شكرا